بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قالي وأصحاب اجماعين زيكو حبيب قلب. وحشتوني. 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 إيه اللي انت عاملة دا ينوبا? تعالوا هنقوللك. ايه اللي في الكيس ده? ايه ده? حزر فزر. مين هيقول. تا باستنو هنفتح كده الكيس? اهدى في كيستان ايه الكيستان ده? تعال نفتحو كده ونشوف ايه اللي هنعمله. انه ما انت كتب على الفيديوهات انت هتعمل ايه? بس استنوا بس اصبروا عليه. استنوا ما نفتح بقى الكيس عشان احنا نشتغل عليه كمان. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه الامر ده? ايه الامر ده? عروسة يا ناس نايمة كده في السر بتاعها حاجة كده اخر حلاوة. اه طبعا انا عملت التونة قبل كده كتير. بس اه فيه اه ناس كتير قالوا اللي انت ليه ما بتعملهاش بسمك التونة. لان انا كنت باجيب السمك اللي هو المكريل واعمل واعمل بيتونة. علشان يعني ايه? على قد ليد. لكن دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده كله ما بقاش على قد ليد. يعني كلها بقت اسعار واحدة. يعني عايز اقول لكم السمك هدي الكيلو منها بميت جنيه. والمكريل الكيلو منه برضو بميت جنيه. فقلت لأ انا هجيبها بقى المرة دي ونعملها مع بعض. ونشوف بقى ايه اه يعني ده احنا بنعمل يعني الاصل في الموضوع يعني. جبنا السمكة ما شاء الله عشان الزعانب بتاعتها حاب نحاول نشيل الزعانب بتاعتها والنظافها كده ونزبطها ونفتح البطنها كده ونطلع الحاجات يعني النظافها معنى اصحي يعني هننظافها كويس جدا. بس اي وصف التونة. آآ عمتا السمك عمتا روح اللمون والكمون. آآ التونة بالخصوص عايزة لمون كتير جدا. يعني علشان تبدأ يشتغل في التونة عايز يكون عندك مش اقل من نص كيلو او اكتر لمون. يعني عشان تبدأ تشتغل في التونة. خلاص احنا كده ايه نظفنا السمكة مع سرطا يعني على المنظر ده مش مش لطيف بس في ناس برضو بتبعت تقول لي انت ليه ما بتنظفيش السمكة معانا. آآ طب يا عشان ما ضيحشت آآ وقتوكو طيب لأ بيجيني تعليقات كتير في الحتة دي فانا قلت النهاردة لازم اعمله معكم. وآآ مرة يعني وخلاص. خلاص. هنا بقى رحنا غسلناه وجبناها المحلول ده كعبارة عن ايه عن ملح ودقيق ولمون. ونقحته ساعتين كده فيه. وبعد كده صفيته ونقحته في لمون بس. وبعد كده صفيته ونقحته في مياه برضو. وخلاص. يعني بص يعني اللمون عايز اقول لك اتغسل بيمكن اكتر يعني بحاول نص كيلو لمون. آآ واجبت حاول ربع كيلو لمون تاني وقطحت هوت. يبقى احنا كده مجموع اللمون ايه? آآ يعني دخلوا في آآ في كيلو الله ربع لمون. او الله. وبعد جبنا جزرتين الطعنهم. وهنحط هنحط للمون وهنحط بصل اقدر وبصل ناشو. وهنحط جزر وهنحط طماطب. وهنحط فلفل اسود حب وهنحط كمون حب. وهنحط عود ارفة. وهنحط خمس آآ خمس مصمر كده خمس آآ آآ ارون في المصمر. وخمس حبات يعني. او آآ او ست يعني مش في العدد يعني. ونحط معلقة كسبرة ومعلقة آآ هارسة شطة بتطعامها جدا جدا جدا. آآ كل ده هنحط وانا كاتبهولك وحطنا كمان آآ ورق لورة. كاتبهولك علشان برس في ساعات وانا بقول الحاجات بيقع مني حاجات. يب احنا الاول جبنا السمكة ونظفناها وغسلناها كويس جدا تحت الحنة فيها مرة واثنين وتلاتة وبعد كده نقعناها في خل. لا ملح ولمون. وبعد كتشوية نقعناها في خل ولمون. وبعد كده شطفناها كل مرة آآ تعود ساعة والتنين واشطفه وحطه في حاجة تاني. والاخر خالص وحطته في ميا بلمون وبعد كده شطفته. يعني كذا يعني اتغسل على بتاع اربع مراحل. مرة الاولانية تحت الحنفية. وبعد كده هنقائنا حطته في مياه عليها دقيق وعلها ملح وعليها لمون. وبعد كده شطفته وحطته في مياه بلمون. وخل. وبعد كده شطفتو حطته في لمو في مية بلمون بس وبعد كده شطفتو وبدلوقت هنا خلص بنشتغل به. يعني شايفين كزا مرحلة. كل مرحلة عادي ساعة في المية في المحلول بتاعه. هنا بقى جبنا السمك وحطناه في الخضار اللي احنا عاملينه والحاجات. ونزلت عليه بمية بتغلي. انت ممكن تاخد الخضار ده كله اول تغليه. غلوة زي ما بعمل على طول. وبعد كده تسقط السمك. لكن انا نهاردة ايه? وقالت مش مشكلة ما ده من مية مغلية. شايفين? تحطي بقى على الناق. اه اول يعني في اول ربا ساعة كده على نار عالية عادي. وبعد كده تحطي على العين بتاعة القهوة. وتسيبيه بقى ساعة كده ساعة ونص. لما يتهير خالص لما تحس ان هو شوك بتاعه نفسه اتهارة يعني. هو نفسه كمان اتهارة خالص خالص كده يعني بقى ايه? بقى تونة بقى. خلاص انت كتر اللمون وكتر الحاجات اللي احنا حطناها ديت في الشربة بتاعتها. اول حاجة هتطعم لك الشربة بتاعتها وهتطعم السمكة نفسها. يعني السمكة متنكها. كل الحاجات دي متنكها. يا سلام بقى لو عندك وعدين قراص فستتحطون فيها. يا سلام بس انا مكانش موجودة عندي بصراحة. لو كان لو موجودة عندي برضو بالطعامها كويس جدا. اه لان الشربة دي كمان احنا هناخد منها نحفظ بها التونة نفسها. ما تفاهمين? فلازم لازم فطر اللمون. لازم وهي بتغلط بشم ريحة اللمون مش شم ريحة السمك. يعني انت لو شميت ريحة السمك يبقى في مشكلة. لازم تكون شم ريحة اللمون. ريحة اللمون. قالب على ريحة السمك. يعني يعني فاهمة. وانت بتغلي. هتحس برحة القرفة جاي من بعيد كده. كل دي حاجات علشان ما تحسيش بزفارة السمك. يعني انت فاهماني. فدايما دايما وانت بتعميل التونة. اه اخد بالك. لازم وانت بتشميها كده تشمي وهي بتغلي. تكون شم ريحة لمون مش ريحة سمك. دي حاجة. خلاص انا مسكناها بعد ما ما هديت. اه اه صفناها. وطلعنا منها كل الشوك وكل القشر. خالص 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 نظفناها خالص. وحطناها في طبقة هي. وبعدين جبنا ايه? المحلول الحفظي بتاحها عبارة عن ايه? الشربة اللي هي مسلوقة فيها. والزيت وخلب. بس شربة اللي هي مسلوقة فيها وزيت وخلب. هتحطها زي ما حطتها كده في برطمان وتملي برطماناتك. بس هي طبعا هنا لسه دافية. وما دام لسه دافية ما ينفعش ان انت تحط الشربة عليها وتقفيل البرطمانات. لأ. تفضل البرطمانات مكشوفة. عايز اقولك لما تسقع. مش لما تسقع. لما تسقع. لشان حكتك ما تبص. يعني انت لو قفلتها على طول الحاجة يعني ايه مع ذرة في اللفظة هتعفق. فلا ليه? احنا نسيبها لما تسقع مش طيبرات. خلاص? وتحطيها بقى وتغطيها. والبرطمان بس اللي هتاكل منه في التلاجة من تحت. والبرطمان الثاني ممكن تحطه في الفرزة الفوق. لما تعزيه تطلعي. يما تحط في برطمانات صغيرة وده على فكرة احسن بكتير. بس انا ما عندش كمية البرطمانات الصغيرة اللي هي هتاخد الكمية دي. احسن بكتير تعمل برطمانات صغيرة. البرطمان على قد الاكلة. وتحطه في الفرزة. انت هتاكله بس تطلعي تحطه في التلاجة. وغيره. والبقى في الفرزة. اللي انحنا خلاص الجو بدأ يسخن. فالحاجة معرضة ان هتبوص بسهولة. في ريت ايه تحطوه برطمانات صغيرة احسن. ما عندي كيش فيه برطمانات كبير زي حالتي خلاص اشتغل سيما انا بشتغل كده. بس هو البرطمان اللي هتاكل منه بس يفضل في التلاجة والبقى يتحطه في الفرزة. هنا بعبيه هوت في الشرب اللي قلتلك عليها اللي هي عبارة عن الشربة بتاعته والخل والزيت. لازم يتغطى كويس بيه. وبعد ما تغطيه بالمحلول ده تروح حطه برضو من فوق زيت. بالزبط كده. وتسيبه بقى لما يبرط زي ما قلتلك تحفظيه زي ما انت عايز. طب احنا نوعز ان انا بقى يعني انت مفروض هتاكل منه. بعد ايه? بعد تلات ربح ايام من عميله. لأ انا هعمل منه دلوقت. انا نخدت جزء هوت. وهنعمل دلوقت طبقة تونة. بصوا ما حصلش نشوفتونه في اول الفيديو. هنعمل طبقة تونة يعني واو يعني هتشوفو دلوقت. هنا جبت كمية التونة اللي انا عايزها. وبعملها بالشوكة كده. واعصر عليها بقى لمون وحط عليها معلقة خل. وحط كمان معلقة من الشربة بتاعته. آآ وتكون كده بالشوكة. وحط عليها بقى ايه بصل اغضر حط عليها. واجب فلفل اغضر حط عليها. وجب طماطم. وجب ايه كماء? آآ طماطم وفلفل اغضر. وآآ وبصل اغضر. يعني شكي ليه بقى اقولك اعمليه بطريقة. اعمليه بالطريقة اللي انت عايزها. وهو فعلا هيبقى طعمه. من يديك حلوة ان شاء الله. يعني هيعجبك. والوقفان انت عاملها في في بيتك ما يفهوش مواد حفظة اخد يبالك. فركزي في الحفظ بتاعه. آآ ما يبقاش اكتر من برطمان في في التلاجة من تحت علشان ما يفهوش مادة حفظة. فممكن يمعرض البوزان بسهولة. اخد يبالك من حتة دي. هنا بنخرط الفلفل الاغضر. آآ هنا نخرط بقى طماطمية عليه كده. ونعمل حط الطبق ما حصلش. يعني واو. ايه رأيكم بقى في الحط شايفين بقى? شايفين الالوان? الالوان الواحدة كده تفتح النفس. ده الثلاث برطمانات اللي انا عملتهم النهار ده شوفوا بقى البرطمان يعمل لك كم علبة من بره. اعتقد البرطمان من ده يعمل لك قد خمس علبة خمس علب من بره. يعني في ثلاثة يعني ادي كده بتاعها ايه? ثلاثة في يعني حاول خمستاشر علبة والله. واللي في الطبق نفسه يمكن ثلاثة اربع علقة. شفت الكمية عملت ده. انت بشتشتير العلبة من بره بخمسين جنيه. يا رب ان شاء الله تعيي اعجبكو والسلام عليك.